ونخش على المستوى الفردي ونخش على المستوى الفردي عشان أستحوز زي ما اتكلمنا أنا عايز اليقى بدانية على أعلى مستوى عايز تحركات من الكرة على أعلى مستوى عايز بول كنترول من اللعيبة تسليم وتسلم على أعلى مستوى وبالتالي ده يخدنا عشان أعمل ده فيه لعيبة محورية خلينا نروح لأكتر لعيبة محورية بالأرقام أكتر لعيبة أصرت في دوري أبطال أفريقيا مع النادي الأهلي بالأرقام تمام نمرت واحد طبعا علي معلول رقم واحد هو أكتر لاعب ساهم في أهداف مع النادي الأهلي في دورة أبطال أفريقيا من بداية دور المجموعات ساهم في كم هدف؟ في أربع أهداف علي معلول هو هداف الأهلي في تلك الفترة كمان باكليفت أكتر من مجرد ظاهر أيصر مسجل ثلاث أهداف وصنع واحد يعني مساهم في أربع أهداف في الفترة اللي هي من بداية دور المجموعات لغاية نص النهائي هنا اللاعب المحترف اللي أنت بتجيبه وبيصنع عليك الفارج ده حاجة مهمة جدا ده رقم واحد علي معلول معلول عموما يعني تجربته مع الأهلي تاريخية طبعا اسمه تحفر في قلوب كل الأهلوية يعني رجل الحقيقة بيقدم مستويات ومهما جاله من عروض بيفضل دايما النادي الأهلي وعارف كمية النادي الأهلي ودي حاجة تحسب لعلي معلول علي معلول كمان ليه رقم مميز أنه هو أكتر لاعب في النادي الأهلي بيلمس الكورة في المباراة الوحدة بيلمس الكورة واحد وسبعين مرة ده بيأكد إيه أن علي معلول مفتاح لاعب النادي الأهلي من الآخر أنه هو بيبني الهجمة طبعا أنت بتبني الهجمة دايما على ناحية علي معلول هو اللي بينطلق لآخر الخط وبيديك العرضيات أكتر لاعب في الفريق بيلمس الكورة ده ده ليه هو محور الفرقة علي معلول وأكتر لاعب مساهم في أهداف وأكثر لعب بيعمل تدخلات دفاعية دي بالنسبة العلي معلول بأرقام معلول قلنا الأرقام المميزة العلي معلول تبقى لمركزه في الملعب هو أكثر من ذاك فهو أكثر لعب مساهم في أهداف لو شفت الأرقام دي تحس أنه هو صنع ألعاب أكثر لعب مساهم في أهداف أكثر لعب عنده تدخلات دفاعية أكثر لعب بيالمس الكور